انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع يوم الغد وتقص لطيف نهاراً في أغلب المناطق وأجواء باردة ليلاً وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع يوم الغد الأربعاء لتصبح درجات الحرارة في مثل معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام وكما نشاهد هنا من خراءة درجات الحرارة الوالدة لدينا مع يوم الغد كما نشاهد درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض لتصبح الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة قد تميل هذه الأجواء للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولكن تكون الأجواء تافئة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة أما فيما يخص الرياح فتنشط أحياناً وقد تثير الأتربة والغبار تحديداً في المناطق الصحراوية في هذه الليلة الأجواء صافية الأجواء قد تميل إلى البرودة وتكون أبرد من الليالي الماضية في العاصمة عمان أجواء صافية ودرجة الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 14 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان كما نشاهد يوم الأربعاء 18 نهاراً أجواء مشمسة إلى 8 درجات ليلاً 17 يوم الخميس نهاراً ولكن ارتفاع بسيط على درجات الحرارة الليلية لتصل إلى 11 درجة مئوية وارتفاع آخر كما نشاهد هنا مع يوم الجمعة لتصبح درجات الحرارة نهاراً 24 إلى 16 درجة مئوية في العاصمة عمان ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة وتفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الغد إربد 22 إلى 11 في المفرق 21 إلى 8 جرش 22 إلى 10 وفي عجلون من 20 إلى 8 درجات مئوية والأجواء مشمسة في العاصمة عمان 18 إلى 8 درجات في الزرقاء 21 إلى 9 درجات في البلقاء 19 إلى 7 في مادبة 19 إلى 7 أيضاً وأجواء تميل الدفع في البحر الميت من 30 نهاراً إلى 15 درجة في ساعات المساء في الكرك 19 إلى 9 في الطفيلة 18 إلى 10 في معان 22 إلى 8 درجات في جبال الشراخ 15 إلى 7 وأخيراً في العقبة من 29 إلى 16 درجة في ساعات المساء في المناطق الشرقية رويشة 26 إلى 7 الصفاوي 22 إلى 7 وأخيراً في الأزرق من 23 إلى 9 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز سقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري